ازايكم جدا عاملين ايه معاكم النهاردة جو في فيديو جديد النهاردة عايز اتكلم على عمومة بتوع الدورة الاسباني لاليجا فالنهاردة ان شاء الله عايز اتكلم معاكم في جزئيتين بالزات بس اهم جزئية الفيديو ده هيكون قصير مش طويل خالص الفيديو بس عايز انابهكم اه على المرة اللي فاتت في الاسبوع اللي فات في الدورة الانجليزي رفعوا من تقريبا كانوا بستمائة وخمسين كانوا تقريبا ستمائة وخمسين لتمنمية العاليين اتباعوا كلهم بلا استثناء تقريبا يوم اصدار بتاعت او الترقية بتاعتهم السعر رفع بالزلطة كان بالفين الفين متين لحد يوم الاربع بالليل لما بدأوا يخلصوا من السيرفر وما فيش سبلاي ليهم اضطروا ان كل حاجة غير بقت بتلاتة وتلاتة ونص كمان فعايز النهاردة عايز اوريكم اه انا دلوقتي خلاص انا رايح في الاتجاه ده عملا استثمر فيهم واحسن وقت للاستثمار كان دلوقتي فيه قدامك وقتين احسن وقت بالزبط بيقى في وقت البرومو باكس احنا كلنا عارفين دايما بتوقيت مصر تقريبا ساعة اه سبعة اه بينزل دايما البرومو باكس الجديدة ان كان يوم الجمعة والسبت والحد التلات يام دول بيقى فيهم برومو باكس فاحسن وقت ان انت تشتريهم تيجي بالزبط في وقت البرومو باكس بعدها اديها ساعة بالزبط هيبقى فيه كروت كتير على الماركت ليه? لان اي يوتيوبر مسلا بيجي يشتري او بيفتح باكات تلاق له اه جولد رير مسلا في اللاليجة عارف انه هيبيع بس مش عارف سعره كان فهو مش هيجلد ماله هو يبص على السعر فبيعرض هو لك على طول كده بالزبط يعني هو كل اللي بيعمله تلاق له مسلا كارت اه اي ان كان ادراك زي ما تشايفين كله تريبا دور الدور الاسباني بالنسبة لي معايا دلوقتي اه جاله كارت كل اللي بيعمله يخش ويقوم دايس لست اون ماركت فبيبقى كله بالزبط على البيد كله بيبقى اقل سعر ممكن وتقدر تروح بااااا بمنتهى السهولة على البيد يعني مسلا عندك دلوقتي اه عيسى مندي مسلا ولا امان دي اين كان عيسى مندي اه ده بالزبط كل اللي بيعمله انا بخشه على فكرة اهم مركزين في الاسبسايا دي واكتر مركزين دايما بيزيدوا دايما بيبقى والسنتر ميد وفك خالص من ايه في منهم كتير جدا فبص قدامك عمارك بص قدامك قدقية جدا يعني انت دور تدور الجبون باقل سعر ممكن انتوا بصوا من دي الحاجات دي كلها بكام يا جدعان الحاجات دي ريبا ببلاش ان دور تخش على الماركت الحاجات دي كلها ببلاش يعني انت تخش تملى حرفيا المكان تملى بتاعتك وهكذا فانت بتعود اه في ناس تحط فلوس في ناس تحط عليك فلوس بس انا بالزبط اخش واعمل صفحة صفحتين احض احض تعليم كلهم الف ومتين وهكذا يعني بص الاركام دلوقتي عندك في انا عايز اخدكوا بالزبط عايز اخبركم دلوقتي اسعار اللعيبة يعني كل ما هغا اعمله هاجي دلوقتي على راح فين اه اه ماشي بعدها هزهر لك بزبط ايه الليج انا عايز اعمل وبعدها بالزبط ده احسن طريقة تلاقوا بيها انتوا هتخش على طرق على الفوتبنت هدوس اللي فوق دي وبعدها بعد ما بتدوس على بتاعتك فانا هدور دلوقتي اه عملت البدور على الليجة وعلى بالزبط وبعدها اه يا جدعان بصوا ارخص حاجة دلوقتي موجودة عندك ليه اه الحاجات دي كل الاسعار دي بص قدامك الليستة كاملة كل دي الاسعار بتاعت اللعيبة ده اسهل طريق انك تعرف مسلا ايه ايه واسميهم وهكذا ده اسهل طريق ان انت تعرف بهم اسميهم انا متوقع ان الرايز هتكون اقل شوية او ارتفاعهم في السعر مش هيكون زي الدورة الانجليزة انجليزة احنا شوفنا يوم الثلاث كان من ثلاثة الى ثلاثة و نص انا متوقع هيكون سعرهم من الفين و نص لثلاثة دي يوم الل阿رب عدددهم هيكون سعرهم من الفين و نص لثلاثة و ممكن كمان يبقى اقل من كده سنة صغيرة الفين تلتمية الفين و رو عمية مش هيكون بنفس الشغف بتاع الاسبوع الليجة الشغف بتاع اسبوع الليجة خليهم اه بريمير الليجة احسن الليجة على طول فكلم كان عivo اللعبة كلها كان على الاقل كانت كلها احسن من الليجة. بلا استثناء. فالمهم انه هلسه هيزيده وهيزيده جميل جدا. لان الليجة فيها شوية لعيبة ده كفاية فران. يعني كفاية فران. انا بالنسبة لي كل ما عايزه تقريبا فران ومسي. امشي قاس حتى تلان. المهم فيهم انهم كرود كتير جدا هتغلق. فانا شايف قدامك هاليستة تخش يا معلم انت براحتك برواقة. تخش تعمل على كل دول تشوف اللعيبة. انا شايف احسن مركزين زي ما قلت لك. سنتر باك وسنتر ميد. لان دول المركزين اللي مية في المية هتطلبه. ولازم هيتحط. ده على الاقل بيطلب لك اتنين سنتر باك. فانت لو ترح تجيب كمان عيسة مني ده اللي عاجبني بصراحة. يبقى كويس جدا. فانت تقضي تقليب بص قدامك كم كارت لسه ب الف ومتين. لسه قدامك فرصة كبيرة جدا انك تستثمر. استثمر يا باشا زي ما انت عايز. انت تقريبا اللي هتحطه هتحط هتاخده تقريبا ضعفين اللي انت خدته. فانت مسلا انت لو حطت لك مئة الف يا باشا انت ممكن تخدهم مستريح متين الف. انا كان بقى انت حطيت كام? انت تقعد تحط اللعب دي كلها في النادي عندك. وتحط في الترانسفير الليستة عندك. وصيب. اشتري متين تلاتة متين تلتمية لعيب. وصيب يا باشا لحد الطرق دلوقتي. وبرضو حاجة تانية. عجبتني دلوقتي ده انا عايز بس معاكم الاسعار. ده دلوقتي بتعلاليجم اللي لسه نازل. اسعار اللعيبة انا شايفها ليلة جدا. اه ولسه هيقله عن كده. يعني انت لو بتفكر تشتري اي لعيب منهم يا جدعان احسن وقت للشرة زي ما قلنا يوم الخميس بعد الجواز بمدة ساعة. ده احسن وقت انتوا شفتوا. انا ده كلها. اللعيب اللي هيبقى عليه هايب كبيرة جدا. انا شايف فكير. فكير هينفعك جدا لو انت بتفكر فيه. اه وشايف الرئيس بتاع الفكير هيتبقى عليه جدا. فكير فعلا ممتاز. اه كروس مش شايفه حلو او بصراحة لانه بالذات الاكسراريشن بس تسعين. وسبرينت طريبا لسه في السبعينيات ففكت منه خالص. كزورلة ممكن يبقى عليه رئيس كبيرة جدا يوم الخميس. ومن الكروت اللي انت لو عايز تسمع فيها الاس بي سي بتاعة الليجة الجاية. او كمان بتاعة الاسبوع الجاية لان غالبا الاسبوع الجاية يكون الماني. فانت ممكن تشوف باريهو. باريهو نس قصة بسكتز بالزبط. انا قلت لكم هاتو بسكتز. كان تقريبا بنفس السعر ده ويمكن اقل كمان شوية من باريهو. فتقدر تجيب باريهو احسن وقت. في وقت البرومو باكس زي ما تكلمنا. هتبيعه بالزبط يوم الخميس بعد من الاس بي سي تطلع بكزا ساعة ويبدأ يخلص من عام ماركت. ابدأ يا باشا اعرض. انا مرة لفاتك كسبت من بيسكتز حوالي مئة الف تقريبا لان كان معي كروت كتيرة جدا منه. كان معي حوالي سبعة او تمن كروت بيسكتز. كل كارت كنت كسبان فيه حوالي عشرين الف. نفس الكلام شايف يحصل مع باريهو ويمكن اكتر كمان لان باريهو سن ترميد. فبيبقى اسهل للرائز بتاعته او اسهل الناس هستخدمه في اس بي سي فالنس تبقى محتاجاة. فاسمعوا مني ممكن جيرارد مورينو كمان لو قال عن كده. لو تعرف تجيب جيرارد مورينو مية وخمسة مية واربعة انت فل قوي كده. فانا شايف بصراحة استثمره اه ده احسن وقت البرومو باكز قدامك اه يوم السابط ويوم الحد تشتري فيهم ولسه بيقى طبعا في فرصة قبل ما الاس بي سي تنزل دايما. ده وقت حلو جدا. وقت الجوائز لازم بسرعة يا جدعان تشتروا اللعيبة دي كلها. ايا كان اللعيب اللي انت عايزه بعد الجوائز بزر في ساعة بيبقى ارخص وقت ليهم تماما. وهو جدعان ما عليش في جزهين سيت اقولها في الفيديو. حبيت اذكرها بس تاني. اه كل اللعيب اللي تتعلقه ليجا هيزيده زيهم زي الدور الانجليزي. اه زي ما حصل الاسبوع اللي فات دور الانجليزي يوم الخميس كل اللعيب او اللي محدش قدر يعمل له باك تاني. او تطلقه في باك تاني. كلهم زادوا بلا استثناء. فدي حاجة حلوة جدا. اه هتنفعك في وقت لليجا عموما انت قدامك كزا اوبشن يعني بوس انت ربوسط على اللعيبة دي. فلعبك كتير جدا قليلا. اه يعني برضو ادر ملتاو على فكرة عجبني جدا الستة وتمانين. لو عايز تشتريه. انا شرفه مش هيئل بالعكس ده هو هيزيد في وقت الجوائز. لان في كزا لعيب من من ريال مادريد عموما. فلو جالك العيب من ريال مادريد او حاجة ممكن اه ريد اس دي من ريال مادريد. ادر ملتاو حلو جدا ان انت تلينكه معاه. اه ممكن مرضو فرنان ميندي افرد مسلا واحد ايه تلاقي له مسلا فران تلاقي له في اله في ريال مادريد. هلينكه مع مين احسن لينك الفران عندك فرنان ميندي. فهتسهلة جدا بالنسبة له. ففي اوبشنز كتير ممكن تزيد عثمان دنبيلي عجبني جدا 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 بالسعر ده. بالرقم ده. انا شايف عثمان دنبيلي ممتاز. فبس قدامك كزا فرصة انك تعمل او تستثمر في العيبة. يبقى قدامك الفيديو ده قالك تلات حاجات. عموما بتوع الدور الاسباني. وعندك بتوع الدور الاسباني ليوم الخميس بعد الجوائز. وممكن لو انت حابب اي حد من الفرقة الاسبانية الجديدة تشتريها بعد الجوائز بساعة بالزبط. في الرنج ده. هتلاقي اسعار ممتازة جدا زي ما بقولوك انا انا عملت اه جبت صلاح بارخص من سعره بمئة الف تقريبا سعيتها ولا مئة وخمسين الف كمان. جبت ارنولد ارخص من سعره بخمسين. روبرسون ارخص من سعره بتلاتين. جبت اسعار اه رهيبة يا جدعان. ففوقت الجوائز دي ممتازة. فلو عاجب في فيديو متنساش تدوس لايك وتعمل شير وسبسكرايب. ولو عندك اي سأل ممكن تسألولي في كومنتات. واعملولي قاد على تويتر يا جدعان لان زي ما قلتلكم على تويتر انا بتكلم دايما وبقول كلام صغير اه كلام صغير في اوقات صغيرة جدا ممكن تكسب منه فلوس كتيرة جدا في وقت صغير. في لحظات معينة كارت معين قليل ببقى عايز اقول لك ايه اللي هشتري الكارت ده قليل. حاجات زي كده بتكلم عليها على تويتر. ممكن على تويتر تكلمني لو عايز تسأل سؤال ولا حاجة على على تويتر موجود على طول. شكرا.